تنفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس وتأتي جولة التفاقدية في إطار الاتمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بورت توفيق البحرية على وعلى الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي وطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن وفي كلمته أعرب رئيس الهيئة عن ثقته فيما تتمتع به ترسانة بورت توفيق البحرية من مقاومات مهمة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة مؤكدا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانات التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة